عودة لنقطة البداية هذا ما تشير إليه مجريات أحداث أبيان وشبوى حيث انسحبت قوات عسكرية تابعة للحكومة من محافظة أبيان إلى مقارها في محافظة شبوى في إطار تنفيذ التفاهمات الأخيرة التي رعتها السعودية في عدن وفق مصادر محلية فإن القوات التابعة لمحور شبوى نفذت عملية الانسحاب من مناطق الشقرة والعرقوب وقرن الكلاسي وعادت إلى محافظة شبوى تأكيدا لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي في نوفمبر الماضي قوات محور شبوى كانت قد وصلت إلى محافظة أبيان اليومين الماضيين في إطار تعزيز القوات الحكومية التي تأيش حالة توتر عسكري مع ميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا التطورات الأخيرة تزامنات مع تصريحات لوزير الخارجية محمد الحضرمي الذي دعا المجلس الانتقالي لتحكيم العقل وعدم التعند وكان من اللافت أن الحضرمي طالب الانتقال بعدم التخادم مع ما أسمه بمشروع إيران التوسعي الأحداث الأخيرة فسرها مراقبون بأنها تأتي ضمن سياق رغبة الانتقال المدعومة إماراتيا في جر الحكومة لمربع التصعيد سعيا لكسب الوقت إلا أن مراقبين اعتبروا تصريحات وزير الخارجية مجرد استمرار لأداء الحكومة السلبي في التعاطي مع الميليشيات المتمردة